سلام عليكم يا رب تكونوا بصحة وعافية اليوم سنتحدث عن أدوات الصوتية طبعا هذه جدا جدا قديمة أدوات علاج بالأصوات فاللي أبي أقول أن كل أدوات علاج بالأصوات ليست تكون علاجية في بعضهم يكون منهم أهداء جميل للأدوات الصوتية لكن فاقتين بخارة علاج بالأصوات علاج بالأصوات يبالى دراسة يبالى أنك تفهم العلاقة والرب وكيف أن تأثيرها على الدماغ وأي ترددات التي تستخدمها وشو علاقة هذا التردد بداك فعلاج بالأصوات هو اللي إذا تبي نتيجة طيبة أو نتيجة تنفع عقلك وتهديه فأنا أنصح أنك تروح للجلسات علاج بالأصوات أكثر من الجلسات الخاصة بأداء الأدوات الصوتية